الناس الكل سعادين ويكونوا ضيوفنا المسرحي الكويتي سليمان البسام حالة عمران ممثلة ومغنية سوريا وفنان أيضا مسرحين هنحكيوا على مسرحية صمت الموعد بشيكون نهار الخميس غضوة تسعة ونصف في قاعة الفن الرابع ساحة شريفتكم صحة صحة عندكم ساعة تتمرنوا يا سيدي مرحبا بكم في تونس وفي رمضان مرحبا منورينا غضوة بش تكونوا في قاعة الفن الرابع في شارع باريزة تسعة ونصف سليمان الموعد بش يكون غضوة ان شاء الله تسعة ونصف في قاعة الفن الرابع ما شاء الله انتوما معناها خذيت وجوائز أيام قرطاج المسرحية ومش للمرة الأولى التانية الذهبي مسرحية صمت خذيت نصف وخراج سليمان البسام جائست أحسن نصف وسليدت لسليمان البسام مع صرحية صمت وجائست أحسن ممثلة حالة عمران عندورها في مسرحية صمت ما شاء الله أولا هو هذا شرف لنا ويزيدنا شرف أن أيام مهرجان قرطاج المسرحي كان مكان يعني ولادة أكثر من عمل عندنا في الفترة الأخيرة هذه ليست صدفة هذه آتية من تاريخ يعني تشابكات لقاءات صداقات ويهمني مثل ما يهم الفريق يعني أعتقد أن هذه اللقاءات تستمر طبعا فأحنا عملنا البريمير للآيمدي من أربع سنين ثلاث سنين من ثلاث سنين تقريبا أربع مدورة كل صح من ثلاث سنين ثلاث سنوات في أيام قرطاج المسرحية وعملنا البريمير العالمي لصمت في دورة أيام قرطاج المسرحية يزيدنا شرف هذا الأمر يزيدنا شرف اللقاء مع الجمهور التونسي إعادة اللقاء مع الأصدقاء مع أصحاب المدراء المؤسسات يبدو لي أن هذا أمر مهم جدا بالنسبة لي كمنا نعاش تزيد أيضا التتويجات ونحن اليوم نحتفي باليوم العالمي المسرحة مهم التتويج في مهرجين كما يمقرطاج المسرحية أكيد أكيد مهم كتير مهم التتويج لأنه دائما التتويج حلو الجوائز حلوة ما بتحكي على حاله بيقول أنه الأكيد الجوائز حلوة وحلو أنه بحس أنه في مثل ريكمبانس لشيء اللي عم يعملوا والتجربة عم يشتغل فيها وتتويج الحقيقي وهذا مو كلام عن جد بالنسبة لي أنا هو عن جد هو هذا الجمهور جمهور تونس لأنه في متعة فظيعة أنه نعرضهم بهذه البلد جمهور كتير حلو كتير سعادة لأنه كل مرة عم نرجع أنه شوف في ناس ناطرة نرجع نعرض وناطرة تشوفنا وناطرة تشوف شو عم نعمل ولما قدمنا صمت وليه كانت البرمير كان عنا قلق كتير أنه نحنا بعد ما عملنا آي ميديا وقدمناها كبرمير وأنه شو رح نقدر نعمل بصمت هل صمت رح تكون رح الناس رح تشوف فيها شي مختلف رح تلاقيه أحسن من أو مو أحسن بس رح تلاقيه فيها شي مختلف عن آي ميديا ولا لا ففي تحدي أنه الواحد يعرض للجمهور التونسي لأنه جمهور مسرحي كبير الحقيقة ولأنه جمهور بيحبنا من شاء الله المحبة تتواصل هو مش أول عمل ليش معكم مبعاثكم سليمان بس سمينتي وحلا معنا شنو نقطة القوة اللي خليك ما تبدلهاش نحنا نقوله كممثلة أنا ما ببدله أو شو يبدلني أنت ما اتفقنا ما اتفقنا وأنت كم مخرج شنو اللي ترافي حالة من آي ميديا صمت تخليك تتواصل يعني أنا صار لله الحمد ما أعرف يعني ممكن 25 أو أكثر سنة أعمل بالمسرح هو المسرح عبارة عن شراكات بين أفراد مسرح فن جمالياته في بساطته وعمقه في ما هي الأشخاص اللي تعمل معهم يعني ما ممكن أن تكتشف من شخص تثق فيه تحبه ويحبك في هذا الفضاء المفتوح هو شيء لا متناهي لا متناهي طبعا يعني مع حالة تحديدا حالة يعني ممثلة مقتدرة هذا يعني غني عن التعريف وعندها الشغف يمكن يوازي شغفه في مكان أنه في البحث والتحدي وأنه ما هو معهود أو يسر أو سهل مو بضرورة مرضي وما هو متطلبات فقرة ناص أو مشهد أو عمل يمكن ما عندنا الأجوبة وهي مستعدة تقول أن ما عندنا الأجوبة أو ربما زادا لأنه زادا نتواجهها بالسؤال للحالة فكرة الثنائيات أنك الممثلة تخدم مع مخرج في أكثر من عمل يعني أنك ترتاح معها نتصور من عشالية موجودة عندك أنت كممثلة أنه مخرج تخدم معها أكثر من عمل فتحب التواصل معها أكيد محتاج الممثل أنه يجرب ويبدل وهذا ومثل المخرج محتاج يجرب ويبدل الممثلين هذا أكيد بس لما تنخلق شراكة فنية قوية بهذه الطريقة متكاملة بهذه الطريقة بيصير حرام الواحد يعني ما بيقدر الواحد يفكه ما بيقدر نفسياً يفكه وحرام يفكه لأنه مو دائماً هاي بتصير مو دائماً الناس بتلتقى بهذه القوة تقدر تعرف تشتغل مع بعضها وتعرف تعمل شغل جديد كل مرة وتستمتع أو سليمان البسامي خرج أحسن ما فيك إذا دي نجم يكون أكيد 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 السيقة اللي بيعطيني ياها سليمان بالشغل أكيد هي بتساعدني بشكل فضيع أنه أنا أطلع طلعك الشغلات أنا ما بعرف أنه موجودة عندي أكيد تعطيني الحرية أهم شيء كمان بشغلنا أنا و سليمان أنه فيه فيه هامش ما فيه الهامش الحرية ما فيه سميه هامش الحرية فيه في أنك تهرب من نص شوية عندك مجال حرية بكل شيء حرية بأنه إحنا نتعامل مع النص معظم يعني العروض اشتغلتها أنا و سليمان كلها هي نصوص هو كاتبة ككاتب حتى بيعطي الحرية الفظيعة على الممثل ولنفسه كمخرج أنه هو يكسر النص نفسه فماش قدوسية للنص لا 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 إطلاقا إطلاقا إحنا منكب النص ومنكسره ومنكتب غيره ودائما عنده هاي الحرية وهذا الانفتاح على أنه يقدر يعمل هذا الشيء وعنده ميزة منيحة بحبة كتير أنا سليمان بالشغل الجماعي هو أنه ما بيخجل وما بيخاف يقول أنه تعالوا نعمل شيء مع بعض ما بيخجل وما بيخاف للأيغو تبعه ما بيتأثر لما الآخرين لما الفريق الفني بيكون كله عم يشتغل مع بعضه واللي هو مدائما موكل المخرجين عندهم هاي القابلية وهاي البساطة ثم غير على النص اللي يكتب صاحب النص يكتب لمسرحيته ثم مخرجين يقولك هذا النص أنا هكا كما تصورته لا أسمح لممثلين أنهم يتدخلوا ويغيروا اللي فيه سليمان أنا يعني اشتغلت هكذا كمخرج مكلف بنصوص آخرين يعني وهذا الدور واجبي أيضا أن أحاول أن أحمي المؤلف أو الكاتب من عشوائيات البروغر وعليش هذا ما تعملوش في نصك وما مملتوش في نصوصك هو أولا لأن نصي يعني الإرادة الأولى في النص هذا هي إرادة غير مكتملة يعني غير مكتملة غير مكتملة وتولد هكذا يعني هذا نص في شيء من الطاقة إن صح النص إن طاب النص هي شيء من الطاقة بس هذه الطاقة ساكنة لا يمكن تفعيلها دون الشراكة والإضافات اللي تنجم نشي لا مو بس إضافات هي ممكن تكون تغييرات جذرية هائلة آه تنجم توصل تغير آلا تماما طبعا صار هذا في صمت صار في آي مديا صار صار في آي مديا كان في صيغة أولى قدمت شبه قدمت الكوفيد عطلها أيامها ولكن بالصيغة الثانية اللي توجهنا إليها تغيرت تماما وفي هذا التغيير كان يعني عناصر كثيرة لها دون وحلم يعني على رأس هذه العناصر اللي أيضا في بتساؤلاتها برغبتها في البحث في الشخصية في الزمن في الطقس في المقولة يعني حثتني أجبرتني أنه نتصور الأمر بشكل مختلف بتريقة مختلفة يعني نص صمت عفوا بس للإطالة بس هو نص صمت كتبت وأنا أثناء الكوفيد يعني يرجع هذا الأمر إلى شو متى كان الكوفيد نسينا من أربع سنين من أربع سنين وأول من شاركت النص فيه وقتها حلة أنا أكتب باللغة الإنجليزية حلة اللي استلمت تعريب هذا النص وإيجاد الصيغة الشاعرية العربية الرائعة اللي تسمعون في نص صمت اليوم جميل أنا نحب نرجع إلى الدواعي اللي أنكم اخدمتم على حدث في تاريخ لبنان المعاصر خطير انفجار مرفأ بيروت لكم من الثلاثنين السؤال علش علش رجعتوا لهذا الحدث سليمين وحلا سليمين بأساسه هو هذا الحدث فرض نفسه في أثناء الكتابة يعني ذكرت لك أن بدايات صياغة نص كانت أثناء اللوكداون من تبع الكوفيد أربعة آب عشرين عشرين أتى كفاجعة زتت حالها في العالم يعني وكان لها دواعي يعني ناهيك عن ما يرمز إليه هذا الحدث على صعيد فشل دولة أو على صعيد تراكم فساد أو على صعيد تهميش إنسان أو تهميش بيئة أو تهميش كل مبادئ الحياة المدنية يأتي هذا الحدث أيضا برمزية كبرى رخمة يعني وهذا الحدث يرمز إلى ذاته وإلى أحداث أخرى أحداث أخرى يتغلب فيها تهميش الإنسان على الإنسان ونعرش حالة ثم حساسية كبيرة في هذا الموضوع لأنه هو موضوع حتى اللبنانيين لما يتعرضو له ويتحدثوا عنه ثم جانب كبير من الحذر في الفتاة الرقلية أكيد أكيد وهذا كان جزء خلال شغلنا على صمت هذا كان واحد من النقاشات ومن المواضيع الكثير كان في حك دارين بالنا عليها نحن الفريق كمان نحن الفريق نحن الفريق كذا كذا بلد وعنصرين أساسيين من الفريق اللي هني الموسيقيين هني عبد إبيسي وعلي حوت هني من لبنان وعبد تحديدا عاش الانفجار كان لحظة الانفجار ببيروت عاش الانفجار وعاش كل شي حوالي الانفجار فالحديث كان عن الموضوع نفسه كتير كان دقيق وكننا حازرين وكننا حازرين أنه ما نقدم كليشي بالعلاقة مع هذا الموضوع نقدر قد ما نكون نلقط هاي الحساسية تبع تبع هاي تبع شعارات ولا الشعارات وسليمان أكيد ما بيكتب ما عم يكتب شعارات بس أنه أنت تحكي على حدث كبير هلأ صار بدون ما يكون عندك البعد الكافي ولا يكون عندك العمق الكافي لتبني علاقة معه هو ما نهو ما نهو شي سهل طبعا بظن اللغة تحديدا اللي انكتب فيها الناس هي عام لحماية لهذا الموضوع لأنه اللغة كتير شعرية وبعدين الطريقة اللي قررنا أنه ينبنى فيها العرض اللي هي طريقة بسخية عملية داي وخليط بيروت كان القلب النابض للإنسانية في هذا العمل سليمان بيروت هو القلب أنا نعتبرتونس القلب النابض للإنسانية مثلا كل واحد بيروت بيروت عند رمزية كتير بيروت شفتونس قدش عند رمزية كله 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 في المجال لا بس الحدث هذا حدث كتير كبير هذا حدث بيروت بمسبباته وبتبعاته هو رمز لكل شي عم بيصير بين منطقتنا يعني هو ماهنه بس حدث بخص بيروت إطلاقا يعني غير أنه بيروت عندها بالنسبة لألنا كلنا كمان عندها علاقة علاقة خاصة مع بيروت أكيد صمت عن وين المسرحية سليمان عن أي صمت نتحدث في هذه المسرحية هو هو المسرحية عبارة عن مناجات متحدث تجاه الصامت يرفض الكلام لا يقبل الكلام هذا الصامت شخص قرر أن الصمت هي مفردة المقاومة فنص صمت هو تشريح هذا الموقف محاولة فهم ما حدث محاولة فهم قرار الصمت لماذا تصمت لماذا تصمت وكيف يمكن عليك أن تتظاهر بالالتزام الأخلاقي والسياسي وأنت صامت هذا السؤال هذا الصمت جسدت وانت حالة بالغناء في هذا العمل معظم الوقت كتعبير عن عن ماذا كتعبير عن عن صمت عن غضب عن مو تماما عن غضب وتعبير عن كثير أشياء هو الصوت الناطق لهو ممكن يكون هو نفسه الصوت الصامت ما منعرف مين الصامت ما منعرف مين الناطق عمليا صوت الناطق المغني المناجي هو عم بيحاول عم بيحاول يستفز الصامت عم بيحاول يستفز الصمت يخرج ما فيه عم بيحاول على كل الموعد بيكون غدوة إن شاء الله الخميس تسعة ونص في قاعة الفن الرابع يمشي وتفرجوا على الصمت نشكرك برشا سليمان البسام على حضورك معنا هنا في رمضان شو حالة عمران مرحبا بيك شكرا لك شكرا للك في تونس القلب النابط للإنسانية لهنا شكرا لتونس يلا غدوة الموعد إن شاء الله في المساعد